موسيقى زوم على المغرب الكبير نخصصه لزيارة العمل والصداقة التي يقوم بها الملك محمد السادس إلى فرنسا تعزيز العلاقات المغربية الفرنسية هي سمة المباحثات التي سيجريها الملك مع الرئيس الفرنسي فرانسوا ولوند كما سيزور الملك محمد السادس مع هذا العالم العربي بباريس حيث سيتم تقديم مشروع المركز الثقافي المغربي الذي من المنتظر أن يرى النور مستقبلا في العاصمة الفرنسية الملك سيقوم أيضا بزيارة إلى قنصلية المملكة للاطلاع على الإجراءات المتخذة تفعيلا للتعليمات الملكية بهدف تحسين الخدمات القنصلية المقدمة للمغاربة المقيمين بالخارج ومتابعة لهذه الزيارة يسعدني أن أستضيف مباشرة عبر الأقمار الصناعية من الرباط الخبير في شؤون العربية والأفريقية الدكتور خالد أشجراوي دكتور مرحبا بك أولا أهلا وسهلا سيد حسام يعني قراءتكم لهذه الزيارة الملكية للديار الفرنسية في هذه الظرفية بالذات في الحقيقة تأتي هذه الزيارة وهي أول زيارة للسنة الحالية سنة 2016 بعدها ثلاث زيارات تمت في سنة 2015 زيارة سميت بزيارة المصالحة ما بين المغرب وفرنسا في فبراير تسعود فبراير 2015 ثم تلتها زيارة مهمة للرئيس هولوند إلى المغرب في شوتنبر حيث تم افتتاح العديد من المشاريع الاقتصادية المهيكلة للعلاقات الاقتصادية ما بين البلدين ثم الزيارة الملكية في ديسمبر الماضي إلى باريس لإفتتاح مؤتمر الكوب 21 وفي هذا الإطار أعتقد بأن هذه الزيارة هي تجسيد للعلاقات الوطيدة ما بين المغرب وفرنسا إن على المستوى الاقتصادي بحكم أن فرنسا هي شريك أساس للمغرب على المستوى الاقتصادي وثقافيا هناك تكامل كبير في هذا النطق كما أن هناك تعاون في الأيام الأخيرة وفي السنوات الأخيرة ابتداء من سنة 2015 بالأساس إلى الآن على مستوى مكافحة الإرهاب بحكم أنه لا يمكن لأي دولة أن تقوم بالقيام باستراتيجية خاصة لوحدها لا بد من تعاون في هذا الإطار وقد أقرت فرنسا بأن التعاون مع المغرب أدى إلى اقتمار وإلى نتائج جد إيجابية في هذا النطق أضف إلى ذلك بأن هذه الزيارة في شقها الثاني بتكملة لقاء مع الرئيس هولند والمسؤولين الفرنسيين هناك الشق الذي يهم المواطن المغربي ويهم المملكة المغربية خاصة المسألة المرتبطة بالتمثيليات القنصلية والصفارات المغربية والتي تحدث عنها جلالة الملك في خطابه السابق ثم هناك المسألة الأساس أيضا فيما يخص الدبلوماسية التقافية المغربية وهي إعطاء الانطلاق لافتتاح دار المغرب للتقافة في إطار دبلوماسية جديدة للمغرب سنعود لهذه المحاور بالتفصيل خلال هذه المداخلة دكتور يعني الملك محمد السادس سيجري مباحثات مع الرئيس الفرنسي فرنسو هولند برأيكم ما هي الملفات التي من المنتظر أن تحظى باهتمام القائدين أو بعبارة أخرى التي ستكون في مقدمة النقاشات أعتقد بأن هناك العديد من الملفات التي تجمع المسؤولين المغاربة والفرنسيين دائما وبالخصوص عند لقاء على مستوى القمة ما بين جلالة الملك والرئيس الفرنسي أهمها هو ضرورة تمتين العلاقات الاقتصادية والثقافية ما بين البلدين نعلم بأن فرنسا هي شريك أساس هناك ما يزيد على 900 مؤسسة اقتصادية فرنسية مقيمة في المغرب وهناك شراكة قوية على هذا النطق في ظل الأزمة الاقتصادية العالمية أعتقد والمغرب هو شريك أساس أيضا للسوق الأوروبية وهناك العديد من المشاكل التي بالإمكان تجاوزها عبر النقاش والحوار خاصة مع فرنسا التي قد تمثل أيضا نوعا ما مصالح المغرب في السوق الأوروبية المسألة الثانية وهي ترتبط بالأساس بالمجال الأمني وفي هذا النطق أعتقد بأن المغرب له العديد بما يمكن أن يقدمه في هذا النطق إن على مستوى التعاون الاستخباراتي التعاون على مستوى المعلومات مراقبة المد الإرهابي عبر العالم وأعتقد بأن النتائج كانت جد إيجابية انطلاقا من التعاون القضائي الذي شهده المغرب وفرنسا في السنة الماضية ابتداء خاصة من سنة 2015 والأحداث التي عرفتها باريس ثم هناك أيضا بعد الأمور الأخرى المرتبطة بتدبير الشأن السياسي في حوض المتبسط وأعتقد بأن سوف يكون هناك نوع من التشاور فيما يحدث حاليا في ساحل والصحراء وأيضا في المجال القريب منه وهو الوضع في ليبيا يعني يبدو أن الاهتمام كذلك بأوضاع الجالية المغربية حاضر ضمن انشغالات الملك والزيارة المرتقبة للقنصلية المغربية ما هو إلا دليل على ذلك؟ ما رأيكم دكتور؟ بالضرورة وأعتقد بأن الزيارة الملكية في هذه المرة في شق أساس منها سوف تهتم بالمواطن المغربي وخاصة الجالية المغربية المقيمة في الزيارة الأوروبية وبالخصوص في فرنسا حيث للمغرب أكبر جالية مقيمة في الخارج على المستوى على الأقل في النطاق الأوروبي وهذا يلي خطاب العرش السادس عشر في يوليوز السابق 2015 حيث تحدث صاحب الجلالة عن ضرورة إعادة النظر في التمتيليات السفارية والتمتيليات القنصلية والمزيد من الاهتمام بالشأن المهاجرين المغربة أو المقيمين في الخارج خاصة وأنه كانت هناك الكثير من الشكاوى نحو قضية هذا الأداء وأعتقد بأن هناك شقين الآن أولا وقع هناك تعديل لمستويات التمتيل وإعادة النظر في هذه التمتيليات انطلاقا من الخطاب العرش السادس عشر السابق ثم هناك مسألة أساس ألا وهي تمتيلية المغرب على المستوى الثقافي وفي هذا إطارين الإطار الأول التعريف بالتقافة المغربية وتقريبها أيضا من أبناء المقيمين في الخارج وأيضا من الأجانب المسألة الثانية وهو أن تلعب المجالات التقافية دورا ديبلوماسيا مهما مكملا للعمل السياسي والاقتصادي في هذا الإطار سوف يفتتح شيء مهم جدا ومشروع مهم جدا وهو ضار المغرب للثقافة والإعلان سوف يتيم منطلاقا من المركز العربي أو الثقافة العربية في باريس مع جاك لونغ ويجب أن نعلم بأن هذا المركز شهد السنة الماضية طفرة كبيرة للحضور الثقافي المغربي وسوف تليه أعتقد بجموعة من التدشينات الأخرى عبر العالم مثلا هناك موريال التي تنتظر أيضا أن يفتتح فيها نفس المشروع دار المغرب للتقافة خلال سنة 2016 يعني وتقديم مشروع في ذات السياق المشروع المركز الثقافي المغربي الذي سيتم تشيده مستقبلا في العاصمة الفرنسية دكتور يعني ما هو إلا ربما النافذة يطل من خلالها المغرب على فرنسا وعلى أوروبا بشكل عام بالضرورة يجب أن نعلم بأن لا يكفي فقط التمتيليات القنصلية والتمتيليات السفارية لا بد من ضبط نموذج سياسي ديبلوماسي أوسع إن على مستوى ديبلوماسية الموازية أو ديبلوماسية الاقتصادية وحاليا المسألة التقافية مهمة للغاية وهي مكملة بشكل أساس لما يقوم بها الديبلوماسيون المحترفون على المستوى السياسي وعلى المستوى الاقتصادي وقضية المراكز التقافية مهمة للغاية ربما تأخر المغرب في السابق في نشرها كان لدينا مركز تقافي واحد مهم وكبير جدا وله العديد من الإشعاع في العاصمة الموريتانية وقعت هناك نوات مؤخرا في موريال بكندا وهناك عمل حاليا لتدشين مركز كبير وبجميع المواصفات اللازمة وحاليا هناك هذا المشروع الذي سوف يتم افتتاحه في باريس وأعتقد سوف يكون نموذجا لمجموعة من المراكز التقافية الأخرى التي سوف افتتحها عبر العالم وأعتقد أنه في هذا النطاق سوف تقوم هذه المراكز بدور فعال جدا أولا لتقريب الثقافة والحضارة المتنوعة وتدمير الاختلاف الثقافي في المغرب في إطار من الحرية والشاركة وأيضا في إطار من الوحدة الوطنية كما أنه بإمكان هذه المراكز أن تقدم النموذج الأمثل لتدبير الشأن الديني في إطار ثقافي في المجال المغربي لمحاربة أيضا مجموعة من الأفكار المتطرفة والهدامة وأيضا لمناهضة مجموعة من الأفكار السلبية عن المجالات الثقافية سواء العربية أو الأمازيغية أو الإسلامية طيب المجال الأمني نعود إلى هذا المحور يعني المجال الأمني بين البلدين كذلك يعتبر من المحاور الهامة التي ستخيم على محادثات الطرفين برأيكم دكتور كيف يمكن تعزيز علاقات التعاون الأمني بين البلدين مواجهة يعني مجمل الأخطار الإرهابية المحدقة بالمنطقة وبالعالم يعني بأسره في هذه الظرفية نعم يجب أن نعلن بأننا نعيش في وسط محمومين بمجموعة من المخاطر حاليا حوض المحر المتوسط أضحى مجالا لمجموعة من التفاعلات الإرهابية ومجموعة من الممارسات الخطيرة جدا التي تهدد أمننا جميعا سواء في الشمال الإفريقي أو في جنوب أوروبا كما أن المسألة أيضا مرتبطة بما يحدث في مجال الساحل والصحراء وانتشار الجريمة المنظمة والإرهاب أيضا الوضع في ليبيا وضع خطير جدا ويؤثر على استقرار دول الشمال الإفريقي كما يؤثر أيضا على استقرار دول الجنوب الأوروبي وأضف إلى ذلك الوضع في سوريا وهو وضع حرج للغاية ولكل ذلك ارتباطات بما يهم الإرهاب وأيضا الهجرة السيرية وغيره من الجريمة المنظمة وفي هذا الإطار أعتقد بأن الكل متفق وبالخصوص على مستوى القمة المغربية الفرنسية بأنه لا بد من حضور تعاون أمني في هذا النطاق وهذا التعاون يجب أن يكون على مستويين أولين المستوى الأول هو تبادل المعلومات والاستخبارات المستوى التالي هو ضرورة وضع استراتيجيات موحدة واستباقية لمكافحة الإرهاب إن عن طريق المراقبة أو عن طريق الضرب الاستباقي للعناصر الإرهابية أو على الأقل الحد من تحركاتها وفي هذا الإطار أعتقد بأن هناك نماذج استشعرت على المستوى الإيجابي خاصة ما بين المغرب وإسبانيا حاليا هناك النموذج المغربي الفرنسي الذي يسيره في خط جد إيجابي وأعتقد بأنه لا بد من تطوير ذلك في إطار عام يهم أولا حوض البحر المتوسط ثم في إطار آخر خاص يهم دول المغارب مع الشريك الأوروبي وفي إطار ثالث يهم دول المغارب مع الشريك الأوروبي وأيضا دول الغرب الإفريقي وأعتقد بأن ثلاث نقاط هذه الغرب الإفريقي والسحل والصحراء المسألة الليبيا ومسألة البحر المتوسط تهمنا بشكل كبير وفي هذا الإطار بإمكان الأمنيين سواء المغاربة أو الأوروبيين وبالخصوص الفرنسيين أن يفكروا في استراتيجيات تنطلق من تبادل المعلومة من المراقبة إلى العمليات الاستباقية للحد من العمليات الإرهابية وأيضا مراقبة كافة عناصر الجريمة المنظمة إن ارتبطت بالمخدرات التهريب أو الهجرة السيرية وتعزيز التنسيق في مختلف المجالات بين مختلف البلدان كذلك ضروري في هذه الضرفية الدكتور خالد شغراوي الخبير في أشؤون الأفريقية والعربية شكرا جزيلا لك على كل هذه التوضيحات كنت معنا مباشرة عبر الأخمار الصناعية من الرباط شكرا جزيلا